هاتولي دولة واحدة في العالم بتبني وبتعمر بهذه الكثافة وبهذه الطريقة قد لاقت نقداً كما لاقته الدولة الرسمية المصرية هاتولي دولة في العالم أي دولة في العالم خلال العشر سنين من 14 لـ 24 وانا بقول للخبراء أهو أنا أقبل التحدي أي دولة في العالم أنجزت كل هذه المشروعات في هذه الفترة الزمنية بهذه التكلفة وسط هذه الظروف بقول سؤال هاتولي دولة في العالم دولة في العالم محتى بالدولة الكبرى في ظل الظروف وبحث علم دقيق في عشر سنوات تم انفاق 10 تريليون جنيه كان نسبة من نتج المحال الإجمالي يحسبوها وعملنا هذا العدد الضخم بالألاف من المشروعات وغيرنا نسبة المعمور من 7.5 لـ 14.5 أو أكتر شوية نسبة معمورة ضعفة في مصر خلال هذه الفترة الزمنية عايز دولة يقولولي اتعامل فيها 12 أو 15 ألف كيلو طرق في ظرف العشر سنين عايز دولة اتعامل فيها هذا الحجم من المشروعات الضخمة العملاقة والمصانع الضخمة وهذه المدن الزكية 14 مدن الزكية وعاصمة جديدة هاتولي دولة في العالم تم ضخ كل هذه الاستثمارات في جسد اقتصادها في ظرف عشر سنين انا بقول يعني انا احنا بنروح بنسافر برا مصر نفس الشارع هو هو نفس الكباري هي هي نفس البلاد هي ليه لان ما فيش عندهم عدد سكومة بزيتش ايضا كمان عندهم التنمية والنمو وصل لمداه انا في مصر عندي كل سنة 2 مليون زيادة سكانية كل سنة بحاول اعمل طرق وحاول اعمل الكباري وحاول اعمل شؤة وحاول اعمل عمارات وحاول اعمل مدن وحاول اعمل مصانع وحاول اعمل مدارس وحاول اعمل مستشفيات حتى الاحق الزيادة السكانية فبالتالي مصر كل سنة بتتغير كل سنة بتتغير عن السنة اللي قبلها كل هذه المشروعات هل لاقت مشروعاتنا وانجازاتنا هذا التقدير الذي تستحقه انا بسأل سؤال عندنا مشروعات يا جماعة في قطاع الطاقة مشروعات في قطاع الطاقة سواء البترول او الكهرباء محطات الكهرباء او الغاز او البترول عندنا في مجال الزراع عندنا مشروعات ضخمة وعملاقة تاريخية يعني كمية الارض اللي احنا يعني انتعارفين ارض ارض الدلتا الجديدة حوالي مثلا مخطط عند عند الدكتور بهاي الغنام حوالي مليون وخمسين الف فدان او مليون وسبعين الف فدان مليون وسبعين الف فدان تقريباً كان اه 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 كلهم اتزارعوا يعني تخيلنا رأس الحكم اللي على الفيلم ده كله اربعين الف فدان اربعين الف فدان اه مشروع الدلتا الجديدة مليون وسبعين الف فدان حاجة يعني يعني تم زرعيتهم كلهم بقى دي مصرية بعقول مصرية وانتجوا في ظرف يعني مفيش سنتين ثلاث سنين هل انتبع حد لمشروع الدلتا الجديدة كم واحد راح زاره كم واحد راح تشك كم واحد راح الفرافرة كم واحد راح لواينات كم واحد راح شاف الانفاء بتاعت سينة وعدى الى الطرف الاخر من قناة سويس كم واحد شاف المشروع العملاق لمضاعفة وازدواج القناة سويس كم واحد شاف العاصمة الادرياء الجديدة والعالمين الجديدة والمدن الجديدة كم واحد راح شافها كم من المشروعات اللي اتعامل في مصر خلال عشر سنين بقول ولا فخر وبلا فخر زود مساحة المعمور في مصر من سبعة في المية الى اربعتاشر وسبعة من عشر في المية او قول خمسة شاف في المية بتكلفة اجمالية عشرة تريليون جنيه اصول جديدة موجودة مشكلتنا كلها التشغالي انا شخصيا من يدير هذه المشروعات والاصول حتى لا تتعرض للإهمال كما تعرضت غيرها وده كان شغل شغل رئيس الجمهورية انه مين هيدير هذه المشروعات صيانة هذه المشروعات لانه انا مش صعب علي اعمل مطار مش صعب علي اعمل مينة مش صعب علي اعمل طريق دولي لكن المهم ثقافة الصيانة انا بقول كل اللي احنا عملناه اشتغلنا وتهاجمنا فيه مشروع مشروع هنا في هذا المكان وهذا المنبر وهذه الوظيفة هذه المهمة لم اتحدث عن مشروع واحد تم افتتاحه او تشغيله وبداية انتاجه او استخدامه الا وكانت هناك اصوات وابواق ناعقة وغربيب ونسود تهاجم هذه المشروعات انا ملقيتش الحقيقة لو حد فيكو شاف او متذكر في مشروع قد لقى ترحيب من هذه الغوغائية يقول لنا انا اتحدى ان يكون هؤلاء قد اشاروا بيئة الاعجاب او حتى بالسكوت على مشروع كل مشروعاتنا كانت منتخذة فبالتالي لا يجب ان احنا نعير هؤلاء اهتمامنا لانه ممكن واحد ينتقدك في موضوع ويوافق عليك في موضوع تيبش هي الدنيا كده لكن انت ضد طول الخط انت ضد الدولة المسارية والخط لو خدنا قرار ب ان احنا نقف على الحدود مع اسرائيل علشان خاطر التهجير مايتمش وتصفت القضية محبطها يقولوا ان انت ضد الانسانية ولو قررنا يفتح جدلا يعني يقول لك انت صفت القضية فبالتالي انت لو طلعت ندد يقول لك ده ندد لو طلعتها وسكت يقول لك ده سكت لو انت يقول لك ده انت في كل احوال منتقد وهكذا جاء مشروع رأس الحكمة بانتقادات من هؤلاء وانا بقول ده نجاح يستحق الاشادة نجاحنا في جذب هذه الاسمارة الضخمة بهذا الشكل غير المسبوق بيستحق الاشادة والتقدير وكمان بقول انه يعني ويستحق الشكر كمان نشكر الناس اللي قامت به وقبلهم طبعا نشكر ربنا سبحانه وتعالى وبقول تاني يعني ربنا يحمل بلد والموضوع تاني واحد يقول لك اشتركوا في القناة